قال اني اتقرب الى الله بالتنظيم الخاص. ده ما قالش لا قال ما قالش قال. حيات المناظرة انا شوف مناظرة. انفهاش اني اتقرب الى الله بالتنظيم الخاص. انا متأكد ان انا شفته وانا كنت حاضر مناظرة وبيقول ان انا قلت اني اتقرب الى الله بالتنظيم الخاص. من هنا هنا جبنا فيديو تاني حد كان عنده الاصل. قال. ده اللي حنشوفه في حلقات مناظرة فرق فودة. نبدأ حلقاتنا. اه ده كان حكاية حصلت ان هو المناظرة بتاعة فرق فودة كان حاضر حاضر فيها الاساس تروة الخارباء. وهو سمعت بودانه ان مأمون الهضيبي قال اني اتقرب الى الله بالتنظيم الخاص. انه اه انه هو التنظيم الخاص السري بتاعي اخواني. فلما اه واحد قال له لما قالش رجعوا المناظرة اللي موجودة ومتشارة على اليوتيوب اللي وزارة الثقافة منزلها فوقوا ان ما عليهاش كلمة ان اتقربوا الى الله بالتنظيم الخاص لمأمون الهضيبي. ده استروة الجنن قال انا متأكد ده انا كنت حضر مناظرة بنفسي. من هنا هنا شافوا احد الاصدقاء كان ابوه يعني من الاخوان السابقين وكان عنده نسخة فيديو لاصل المناظرة في هذا التوقيت. ده اجعوا الاخ ده كان من الولده توفق يعني دوروا في المكتبة جابوا الفيديو حطوه في الفين وثلاثتاشر لقوا فعلا فيها كلمة اني اتقرب الى الله بالتنظيم الخاص اللي تم حزفه وانشريت وزارة الثقافة اللي مشير على اليوتيوب. طبعا بعد كده بقى نزلوا النسخة الاصلية. ووزارة الثقافة السنان اللي فاتت في احتفالها فرق فودة. نزلت نسخة محسنة نسبيا. هنحاول بقدر الامكان نحط لكم اللينك في الايه? آآ في الوصف. آآ مامون الهضيبي بدأ حواره. يعني لسه في موضوع الدولة الدينية والدولة المدنية. ممكن ناخد في عدة حلقات. لان ده موضوع محوري مهم. هي دي خناءة. يعني هي دي الخناءة نعمل دولة دينية ولا نعمل دولة مدنية. والتنين بيقولوا ايه بالزبط? ايه الحجج اللي بيقولها عمارة والغزالي. الله رحمهم جميعا يعني. وايه الردود او او مامون الهضيبي والرد عليه كان ازاي. لان ده محور الخناءة بينا وبين الدولة الدينية. نشوف كده مامون الهضيبي ايه. علق على العنوان ايه المصر بين الدولة الدينية والدولة المدنية. وقال كيف تقال كلمة دينية مجهلة? لان الدينية هل المقصود بها البوزية او المسيحية او اليهودية? وكاننا يجب ان يقال مصر بين الدولة الاسلامية والدولة المدنية. وطبعا في مصر بين الدولة الاسلامية والدولة المدنية. لان لا البوزية ولا المسيحية ولا بيتنهم دولة دينية. وحتى الدولة بتاعت اسرائيل يعني وان كانت لها يعني هدف ديني. يعني انها بتقول ان هي دي الارض المقدسة. وان في واحدة من السماء. ولكن ادارة الدولة نفسها مش دينية بمعنى تقليدي يعني للدولة الدينية. انها شرائع محددة. يعني بتودير انتخابات وبتديرهم بشكل مختلف. ولكن في النهاية هي متواجدة في هذا المكان بهدف ديني او بوعد ديني. انها بقيت ادارة الدولة. ادارة اقرب الدولة الاوروبي. اه وقال لك وايه. اه طبعا تحفز على كل التعمل الاسرائيل من انتحاض وااا استعمار للاراضي او ترد وتهجير الفلسطيني ومشابه ذلك. المهم يعني. اه كان يجب ان يقال مصر بين الدولة الإسلامية والدولة المدنية أو الدولة الدينية الإسلامية أما مصطلح مدنية فهل معنى أن المقابل لها عسكرية طبعا أو الكلم واضح واللقاش واضح والعلمان واضح الدولة الدينية المقصود بها الإسلامية والدولة المدنية اللي هي المفروض على مسافة واحدة من الأديان أم ماذا يعني عسكرية أم ماذا وقال إما إسلام أو لا إسلام يا دين يا إسلام يا مش إسلام ونحن إما أن نكون مسلمين نطبق شريعة الله أو غير ذلك واستدعى بقى آيات ومن لمحكم بما أنزل الله فأولاكم الكافرون فأولاكم الفاسقون واستدعى الحديث أنا باختصر يعني الكلام اللي قاله ما قوله ضيبي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي أما قضية الدولة الإسلامية فكيف نقتمر بأوامر الله بدون دولة كيف نطبق الزكاة وكيف نكون جيش يحقق القتال من أجل أن تكون كلمة الله العليا ونطبق الآية وعدوا لهم ما استطعتهم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمناهم الله يعلمهم هما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون طبعا الزكاة احنا هو في مجتمع مصري الناس المؤمنة متدينة بشكل أو بآخر وبعض حتى غير متدينين مؤمنين بموضوع الزكاة وبيطلعوها عارفين زكاة التجارة ايه وعارفين زكاة المال قد ايه وحايسين جدا على هذا الموضوع حتى من اللي أنا شايفه في المجتمع المصري بالذات إن حتى بعض الناس ممكن ما تلتزمش بالصبع قوي أو بالصوم قوي إنما في موضوع المال والزكاة هو حاسس إنه هو لو ما طلعش الزكاة دي ربنا مش هيبارك له في هذا المال فتلاقي ناسي ربما زي ما قلنا مش متدينة على مستوى العبادات الإعادية ولكن في موضوع الزكاة بيكون حريص حاليه وبالعكس كمان بيتصدق إنه هو شايف إن ده بيطاح رميله في الصبع ممكن يكسل في الصوم ممكن يقولك ما بقدرش وتلاقيه في موضوع الزكاة منتزم فبالشرط وجود دولة الناس بتطلع زكاةها للمقربين منها لأقاربهم اللي هم الضعفاء لأقاربهم الفقراء آآ للجيران آآ اللي هو شايفهم حياتهم غير ميسورة الناس بتعمل كده بدون دولة ايه علاقة الدولة بالموضوع إنها تلمي الزكاة الدولة بتلمي درايب أنا بيتكلم على الوضع الحالي في مصر الدولة بتلمي درايب والناس بتدفع زكاةها بشكل شخصي مش شرط إن الدولة تتطبع الزكاة لأن حتى لو في دولة بتطبع الزكاة احترف المال البنين وعلى وصلت للنصاب ولا ما وصلتش إزاي فهو الموضوع في النهاية هو موضوع بين الشخص وربه هو عارف عنده أموال في البيت قد إيه تجاوز النصاب ولا ما تجاوزهوش حيطلع زكاة الله مش حيطلع إنما فكرة إن الدولة تكون رقيبة عمر ما الدولة هتكون رقيبة على على حجم الأموال بالعكس ربما يكون لها أضرار كتيرة جدا إن الناس ما تحطش فلوسها في البنوك وتبدأ تحطها تحت البلاطة وإذا يؤثر على حركة الاقتصاد وحركة السوق بشكل كبير جدا في فرق التخزيط تحت البلاطة وإن الفلوس تكون في شكل إيه موجودة في البنوك وتتحرك في أصول التجارة بشكل أقو بأخر فطبعا ده كلام إيه وفي فقر بقى يا إسلام يا مش إسلام بازل الحدية اللي موجودة لا ما هو الإسلام الناس بتصدي وبتصوم وبتزكي وبتحج وبتمارس الأخلاق الإسلامية بشكل أبو آخر وبتطلع زكتها وبتضحي في العيد ده الدين بشكل أبو آخر يعني مش التفاصيل بقى الأحكام والحدود ومش هو ده الموضوع الموضوع أقبل كده بكتير الموضوع أقبل أن النقاء ابتلاء روحي علاقة بين الله وربه توحيد بالله إيمان بالسبب والعقاب وبيأدي أركان الإسلام الأساسية والأهم من الأركان الإسلام الإساسية الأخلاق الإسلامية الأساسية أنا فكرة يا إسلام يا مش إسلام يعني هو الحدود وقاتل عدد السارق وهو ده الدين يعني من غده ما فيه ما فيه دين لا والناس متدينة والدول كلها علمانية ومتدينين في أوروبا مسلمين في أوروبا ومسلمين في أمريكا بيبارسوا كل شعائرهم وبيطلعوا زكاة مالهم والدنيا ماشية زي الفل يعني من غير من غير الحدود أو ما شابه ماشيين تبقى لقوانين الدولة اللي هو ما فيها يعني من الموضوع بهذا الحدية إما إسلام أو لا إسلام قال لك وكيف يحكم القضاء بكتاب الله من غير دولة وكذلك الظابط الشرطة فغالبتي الشعب المصري 95% من المسلمين ومن حقهم أن يكونوا دولتهم الإسلامية ولمح إلى أن جنود هذا الجيش اللي هو قصده الجيش الإسلامي يجب أن يكونوا من المسلمين ليقاتلوا حتى تكون كلمة الله العليا المفروض الكلام تنتهي يعني الناس بتقاتل من أجل الوطن فكرة بقى الدعوة إلى الإسلام أصبحت عن طريق وسائل الاتصال عن طريق القنوات التلفزيونية وخصوصا أنهم فتحن لك في الدولة أوروبية ملكة الإسلامية وسايبينك بتخلي الإسلام أو تدعوم الإسلام بشكل حر ما أنت مش محتاج تفتح الدولة عشان تكون كلمة الله يعني بالسيف يعني أو بالمسدس أو بالدبابة أنت عايز تعلي من كلمة الإسلام وقول الإسلام عرفوا للناس في أوروبا هم فتحين لك وسبحين لك بكده أوروبا وأمريكا واليابان وكله وعايز تدعو الناس في الإسلام بتدعوه وبتمدي مساجد عادي يعني زي ما الأمريكان بيقولوا المكان ده كنيسة ولأن الزباين بتوعها بيقلوا إن الدولة المفهول ما بتدعمش دور العبادة فلو ما فيش تدعيم من هذه الكنيسة من المسحين المجاورين بيبدأوا خلاص يعرضوا دور البيع كان دايما المسلمين يروحوا إيه نبطين على المكان ده ويروحوا شريينه وعملوا إيه مسجد وكأنه انتصار للإسلام فسايبينك تشتري ما كأماكن وتبني عليها مساجد وتدعو للناس بالإسلام ليه بقى بالسيف عشان تكون كلمة الله العلي يعني ليه تجبرهم بالسيف ولو بدانهم سايبينك بحرية تامة تدعو إلى دينك أما القتال العصبية قصد القتال من أجل الوطن طبعا فهو غير مقبول قال لك الذي ربما ينتمي المسيحيين من أجله ما هو الجيش فيه فيه مسيحيين مسلمين من قاتل من أجل الأرض ومن أجل العرض ومن أجل الوطن ده اللي هو المفروض حق الوقت وحق الدولة علينا وحق الوطن اللي إحنا نشاء فيه وحقوق المواطن المتساوية إحنا مش من قتل اللي تكون كلمة الله العليا من قتل دفاعنا عن أرضنا وعرضنا وأجيلنا اللحقة وحقوقهم في المال أو في الصروة أو في الأرض أو ما شبه ذلك قال من قاتل طبعا جاب نص من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهي في سبيل الله نشوف بقى الدكتور خلاف الله قال له ايه او بيرد عليهم ازاي كانوا بياخدوا حد من هنا او يعني كلمتين من هنا وكلمة من هنا والاموم ماشي تسجلا بهذا الشكل الدكتور خلاف الله اكد طبعا على فكرة الفرق بين الدولة الدينية والدولة المدنية وقال ان الدولة الدينية يحكم فيها الحكام باسم الله انت بتحكم باسم ربنا الدولة الدينية الشخص اللي بيحكم بيحكم باسم النص القرآني المقدس وباسم السنة النبوية الشريفة فبيقول كلام ما فيش حد يراجعوا فيه لأن اللي بيراجعوا فيه يعطون بيراجع الدين أو كانوا بيراجع ربنا إنما حكم الناس وإدارة أمور الناس بيحكمها الناس والاجتماع فإن الحكام يحكمون بإسم الناس وهي ما تسمى الأمة مصدر السلطات وحاول أن يفرق بين مهمة النبوة والملك وقال أن القرآن لم يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ملك ولو لمرة واحدة كما قال عن طروط ولقد بعث الله لكم طروط ملكا إلى آخر الآيات وقد اصطدع آيات كثيرة عن أن الرسول جاء مبلغ للرسالة وليس وكيلا على الناس وليس مسيطرا عليه إن الملوكة إذا دخلوا قارة أفسدوها هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورديت لكم للإسلام دينة ما على الرسول إلا البلاغ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ومن تولى فيما أرسلناك عليهم حفيظة يطلع عليهم آياته ويعلمهم الكتابة والحكمة إلى الآخر آيات اللي هو قال إن الرسول جاء مبلغ للرسالة وإن هو مجيش ملك وقال إن الملك ذكر بشكل سلبي في النصوص القرآنية قالك إن الملوكة إذا دخلوا قارة أفسدوها وجعلوا أعيزة قومها أذلة فوصف الملك في القرآن الكريم هو أصف سلبي ولذلك كان مهمة النبوة مهمة منفردة للنبوة وفرق بين حكم الناس والحكم بين الناس فمهمة النبوة الحكم بين الناس بالعدل وبالقسطي أما حكم الناس في مهمة الملوك وفيها تحكم أحوالهم وحياتهم تحكم في أحوالهم وحياتهم يعني عايز يقول إنه هو موضوع حتى إنه هو ده كان طارق إنه الظروف جات إنه هو راح للمدينة فأصبح بيحكم المهاجرين والأنصار بدأ يرتضل محكمه فبدأ يحكم ما بينه بشكل أو بآخر وعايز يقول إنه ده ما كانش إيه حاجة ممتدة لحقة بقى يطبقها الخلفاء يعني اتباعا عايز يقول إنه الأصل إنه هو نبي في موضوع الحكم بين الناس ده حكم كان له الظروفه الخاصة وربما يخص النموة فقط وإنه هو الملوك إنه هو بيحكمه الناس مش بيحكمه بين الناس عايز يفرق إنه أنت بتحكم الناس وتستعبدهم وتسيطر عليهم وبالقوة بتقهرهم وفيه بإنه أنت تحكم بين الناس وفعلا تمهمة الرسول كانت مهمة يعني مثلا في بدر اللي عايز يطلع معناه يطلعه مش عايز يطلع ما يطلعش ولما رجع تولة الجيش في أحوال ما عملهمش حاجة يعني الدنيا كان فيها درجة من درجات البراح وحتى في تابوك الناس اللي اعتذرت وما رحتش معايا لا أسباب وهي ما اتخذش ضدهم إجراءات وكان بقى الناس يجي تحتكاملوا في حاجات زي موضوع الزنا أو موضوع كذا أو موضوع كذا فكان بيحكم بالإحكام والأمور اللي هما ربما أقرب إلى المجتمع في هذه اللحظة حتى لو فيه نص قرآني فهو نص قرآني نزل بشكل أو بآخر خاص بهذا المكان وهذا الزمان يمتد أو ما يمتدش يعني يتغير طيب على تغير الظروف والدليل على كده أنه كان شريعة موسى غير شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ولما جه عيسى في دولة إمبراطورية رومانية كبيرة لها قوانينها ما كانش يوم بأي مبر أنه يطلع قوانين جديدة في أنها إمبراطورية بقاليها نظام بحيث تحكم هذا الوطن وتسيطر عليه بشكل أو بآخر وتمنع الجريمة طبيعي لأي الإمبراطوريات وأي الدول بيكون لها طريقة للعقوبات أو طريقة للحكم إنما هو في نهاية كان رسول بيأمر الناس بالتسامق والمحبة اللي هو سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ده كان جزء من مناظرة بتاعت فرق فودة نكمل في حلقات لاحقة وشكرا جزيلا وشكرا جزيلا اشتماعي لكم جزيلا اشتركوا في القناة